اشتركوا في القناة رؤية واصلة بس عشان تعرف ما عليك بني كنانا بعدين جاي بأرقام على ما يبدو أنها تاريخية يعني ما حصلت لسيدة هذا حكي بسرنا والله ويفرحني أنا من أنصار أن تشارك المرأة المجتمع للمرأة في معطلة مجتمع لا يمكن أن ينهض لا يمكن كله كذب هذا طائر بجناحين الرجل والمرأة فؤاده رهف إذا ما طلع هيك بالتنين ما بطلع بجناح واحد فعنا نجح في الأغوار الجنوبية سيدتين أيضا جابوا أرقام حلوة ونجحوا على التنافس نجح في البادية الشمالية سيدة أيضا في مقتبل العمر بالتلاتين يعني جمعت بين الشباب والمرأة وزاد عدد السيدات أيضا السيدة الاعتوم بحيية أيضا نجحت من جماعة من تحالف الإصلاح نجحت على التنافس هذه بتدلل أن المرأة فرصة تكبير إنها تنافس يعني والكوتا الحقيقة ليست في حجم المرأة المطروحة لكن هذه محطة لتقدم المرأة المبشر أول سيدة خرقت البرلمان كانت تجان فيصل ثم بعد ذلك صار فيه كوتات ظلت مشاركة المرأة محصورة بالكوتات حتى بلش فيه كسر للتابو هذا تابو إنه المرأة لها بس صارت تنافس طارت نفس وهذه كانت خطة الحكومة من فترة إنه الآن نضع كوتا وعلى المدى البعيد يصبح تنافس كوتا ليست فقط على المرأة يعني أيضا بعض المقاعد إن شاء الله في المستقبل أنا بال89 صحفي بكتب بالانتخابات أنا استحدثت لون جديد في ال89 في الصحافة الأردنية اللي هو الكتابة في الانتخابات أنا استحدثت مصطلح الكوتا في الأردن أنا أول من ذكر كلمة كوتا في الأردن وعملت لقاء مع عشرين سيدة من نخب عمان ثمانطاعش ما بدون كوتا وترشحوا وتكسروا كوتا محطة الكوتا مدخل ترجمة نانسي قنقر